شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية شارك في بطولة جنوب أفريقيا للرجل الحديدي بمدينة بورت إليزابيث مع أكثر من 1200 متسابق من المحترفين والهوى من مختلف دول العالم وقد أنهى سموه مسافة مرحلة السباحة البالغة 3800 متر بزمن قدره ساعة وتسع دقائق وثانيتين فيما واصل بعد ذلك سباق الدرجات لمسافة 180 كم ثم الجري لمسافة 42 كم وقد أعرب اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته للعودة إلى جنوب أفريقيا والمشاركة في هذه البطولة الدولية التي تحظى بتواجد هذا العدد الكبير من المحترفين والهوى وأشار سموه إلى أن الفريق البحريني للتحمل 13 شارك أيضا في سباق المحترفين ويضم نخبة من أبطال الترايثلون مؤكدا سموه أهمية مشاركة الفريق البحريني في هذه البطولة من أجل إبراز مملكة البحرين وتحقيق النتائج المتقدمة وأشاد سموه بحرص وحماس الشباب البحريني للمشاركة في هذه البطولة لتأكيد ما كانت البحرين في رياضة الترايثلون واكتساب المزيد من الخبرة من أبطال هذه الرياضة هذا وكانت المنافسات قد انطلقت في وقت مبكر بمدينة بورت إليزابيث بجنوب إفريقيا وسط حضور جماهيري كبير يذكر أن هذه المشاركة هي الرابعة للفريق البحريني في الترايثلون الكامل بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حيث كانت الأولى في فلوريدا بالولايات المتحدة والثانية في جنوب إفريقيا عام 2014 والثالثة في استراليا العام الماضي كما أن مملكة البحرين نظمت بطولة الترايثلون لعامين متتالئين ترجمة نانسي قنقر ما في شك أنا أبغي اليوم أدي قد ما أقدر أبغي أعطي كل طاغتي ولازم تعرفون أن أبوصل خط النهاية ما فيني ذرة طاقة إذا كان فيني ذرة طاقة معنات أسويت شيء غلط فبحاول قد ما أقدرني أنا أتنافس مع المتسابقين بحاول قد ما أقدرني أنا أكثر رقمي وأدي أفضل ما عندي إن شاء الله وارفع عالم مملكة البحرين على خط النهاية هو أقل من 9 ساعات وإثن ما تفضلت أقل من 10 ساعات نعم أقل من 10 ساعات إن شاء الله أحاول قد ما أقدر إذا الظروف اسمحت لنا والهواء ما زاد بدخل إن شاء الله تحت العشر ساعات هذا طموحي الآن أنا أزيد وقت سويته 10 ساعات وخمس دقائق أبغي أكثر هذا الرقم